السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة باسمامي التعريمية. رضا اصدقائي هنزاكل مع بعض. ان شاء الله اشرحه مع كم بطريقة سهلة وبسيطة. علشان كل ام تقدر تشرح لأولادها بكل سهلة. اصدقائي تبقى معي لحد نهاية الفيديو علشان تستفادوا. ما تنسوش تدعموني بلايك الفيديو. ولو مش مشكين في القناة اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس على علامة الكل. علشان ينسلكم اي فيديو بديد انا بنزله. اول حاجة عنوان درسالة النهاردة يعني كتابة الواحد الصحيح ككاسر. يلا مع بعض نشوف عنواننا ونشوف درسالة النهاردة بتكلم عن ايه? هنا بيقول يعني المستطيل بيقسم الى تات اجزاء متساوية. ده عندي وده عنتي بارت وده عنتي بارت دور مقسمين الى يعني تات اجزاء متساوية. ده عندي بيمثل وده وده عندي عنا بيقول يعني بيقول ان كل جزء من المستطيل ده بيمثل عندي يعني تلت من الواحد. يعني دي كلها عندي ايه? دي كلها هول. تمام? ده عندي اهو. تمام? فقبل ما قسمه فهو ايه? هو عندي هول. يعني واحد صحيح. انا قسمته الى يعني الى تلات اجزاء متساوية. فده بيمثل وده عندي وده عندي في بداية خلص لما كنا بناخد اللي هي الكسور كنت بعمل للجزئية دي او ده. كنا عندي بنمثل ده ازاي? كنت بقول عندي اول حاجة بكتب عندي 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 ان انا بعمل ايه? كنت بعمل بعد كل الاجزاء. كنت بقول وبكتب عندي وبشوف عندي اللي هو الجزء الملون كام عندي يبقى بقول طيب لو انا عملت كده لو انت عندي جزئين عملت عندي لجزئين لو انت جزئين هكتبها ازاي? هكتب عندي طبعا عشان هما وان تو سري وعندي اللي هو الجزء الملون كام عندي حكتب تمام? طيب لو انا لو انت جزء كمان عملت هنا عندي يبقى هعمل ايه? هكتب عندي تمام? وعندي كان واحد كده عندي يبقى عندي دي عندي بتمثل ايه? بتمثل عندي اللي هو الواحد الصحيح. تمام? طيب هنا بيقول يعني كام عدد اللي هو عندي كده بيقول كام عدد الاسلاس اللي هو عندي الطلت والطلت والطلت يعني اللي بيعمل لنا ايه? الريكتانجل كله. عندي كام طلت هنا عندي وان تو سري. عندي سري. طب هنا عندي يقول يعني في هذه الحالة يعني بيقول ايه اللي هو الكسر اللي بيوضح المستطيل كله عندي كام? شايفين معين زي ما انا قلت عندي وان تو سري. هنقول عندي سري اهي. يبقى عندي سري اوبر سري دي بتمثل ايه? بتمثل عندي هول. بتمثل ايه? هول. اوكي? طيب هنشوف اللي بعد يعني امسلة تانية علشان توضح معناها الواحد الصحيح. يعني الشكل كله كامل. طيب هنا عندي شايفين? ده عندي بيمثل عندي ايه? طبعا عشان نكتب فاحنا بنعمل ايه? بنعمل كونت فور اول بارتس. بنعد كل الاجزاء. بكتب عندي فور. طيب عندي الاجزاء الملونة كام? يبقى حكتب عندي فيه يبقى عندي يعني بيمثل ايه? الواحد الصحيح. انا عندي شايفين معايا دي? اول حاجة انا بكتب ايه? بكتب عندي الدينامونيدور. بعدهم كام? بلقاهم عندي سكس. طبعا بعدهم كلهم. فبكتب عندي من تحت في الدينامونيدور بكتب سكس. طيب هنعد عندي اللي هي الاجزاء الملونة. هعدهم وان تو سري فور فايف سكس. يبقى حكتب سكس. يبقى سكس اوبر سكس ايكولز. ايكولز ايه? 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 يعني واحد صحيح. لان احنا زي ما شايفين عندي ازا الاجزاء الملونة كلها بتمثل عندي ايه? بتمثل عندي السيركل كلها. فدي اسمها ايه? اسمها يعني واحد صحيح. تمام? ونفس الشكل طبعا او بنفس الشيء عندي ده ده. شايفين معايا هنا عندي دول كام? عندي كلهم ايه? هنعدهم كلهم. هنعمل عندي كونت. هنلاقيهم عندي ايه? فحكتب في الديمونيدور ايه. طيب عندي ازا الاجزاء الملونة. فعندي ايه? يبقى ايه? 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 وان هول. اللي هو بتمثل عندي الواحد الصحيح. طيب هنا بيقول make a production. يعني اعمل تنبؤ. يعني do you have a production about how many fifths would make one hole? هل يمكنك ان تتنبأ بعدد كم عدد الفيفس اللي بيعملوا عندي one hole? يعني عندي الفيفس. يبقى كده عندي ايه? five over five equals. هقول عندي هنا one hole. هقول five over five equals one hole. اوكي? طيب هنشوفوا اللي بعدهم. قول read the direction for each shape. هنا بيقول اقرأ اتجاه كل شكل. then answer the questions وجاوب على الاسئلة. هنا بيقول let the unit fractions for this circle. how many half make one hole? what is the fraction that show the whole circle? بيقول هنا بيقول قم بتسمية الوحدات الكاثرية for this circle للدايرة دي. اول سؤال how many half make one hole? هنا بيقول كما عدد halfs اللي هو عندي halfs اللي هو النص. بيعمل ايه? بيعمل one hole. ده عندي كلها one hole. يبقى انا عندي كام halfs? علشان يعمل الهول دي كلها. اكيد عندي ده halfs. وده عندي halfs. يبقى انا عندي كام halfs? ادي عندي one? ادي عندي two. يبقى انا عندي two halfs. طيب what is the fraction that shows the whole circle? هنا بيقول ايه الكاثر اللي بيوضح عندي the whole circle? هنا عاوز ايه? عاوز fraction. يبقى ايه الكاثر اللي بيوضح الدايرة دي كلها? هنا عندي الديمونيدر كام? عندي الديمونيدر عندي two. طيب وعندي هنا الديمونيدر كام? عندي كده one two. يبقى حكتب عندي two. تمام? طيب استؤال اللي بعد كما عزت هنا عندي الفورس اللي هو اللي بيعمل واحد صحيح. طبعا ده عندي بيمثل one fourth. وده بيمثل one fourth. وده كمان one fourth. وده one fourth. يبقى على بعد كام? one two three four. يبقى دول عندي four. what is the fraction? عاوز the fraction that shows the whole square. ايه الكاثر اللي بيوضح كله? طبعا هنكتب عندي فيه دومونيدر وحنكتب four. لان هي عندي four. هنعدي كل الاجزاء الملونة كام? one two three four. يبقى حكتب عندي four over four. بدينا ايه? بديني one hole. اللي هو الواحد الصحيح. اوكي? how many six make one hole? هنا عندي six. يبقى حكتب كده عندي six. وطبعا الشكل بتاعي كل واحدة فيهم حكتب ايه? حكتب عندي six. فيهم كلهم. اوكي? يبقى how many six? يبقى دول عندي كام? هنا six? يبقى كده عندي هيكون six? what is the fraction that shows the whole hexagon? طبعا ده اسمه hexagon? يبقى عندي بيقول ايه الكسر اللي بيوضح هنا عندي الشكل كله اللي هو الشكل اسه ده زي? هقول six over six. اوكي? طبعا اللي بعدها هنحلها الواحدة ده. هنشوف اللي بعده. بيقول answer the following questions يعني جاء وبعدل اسئلة التالية. بيقول how many four does make one hole? كاما عدد قلنا الفورس اللي بتعمل واحد صحيح. شايفين كام? عندي one two three four. يبقى انا حكتب four. how many five? هنا عندي بيقول five? يبقى على طول. انا حكتب five. هنعندهم اللي لقيهم five. one two three four five. حكتب five. هنا ten? يبقى على طول ten. طبعا هنا بيقول how many eight? هنا عندي بيقول eight? يبقى كام? يبقى عندي eight. يبقى هنا بيقول عدد الاسمان اللي بيعملوا لي واحد صحيح. هنعندهم هنلاقيهم عندي eights وeighths وeighths وeighths. هنلاقيهم كام? هنلاقيهم eight. زي ما شرحنا في الصفحة السابقة. هنا بيقول how many twinses does make one hole? هنا بيقول كام عدد هنا عن twinses معناها عندي one over twenty. does make one hole? يعني عندي one over twenty بتعمل كام عندي one hole? هو الواحد صحيح. قلنا بتعمل كام? اوكي? طيب. السؤال اللي بعد بيقول complete. طبعا السؤال سهل جدا. هنا بيقول one hole equals هقول three over three. one holes equals seven over seven. طب هنا عندي one holes equals هقول nine over nine. هنا هقول eight over eight. تمام? وبنفس الطريقة هحل كل المسائل. اوكي? هنشايف اللي بعده. بيقول match يعني وصل five over five. طبعا احنا هنعد عندي الشكل اللي بيكون عندي في five. شايفين معي هنا one two three four five. يبقى عندي الشكل ده بيمثل five over five. هنا ايت اوفر ايت هنعدهم هنشوف عندي الشكل انه تقريبا الشكل ده هنعده one two three four five six seven eight. تمام? يبقى هو عندي الشكل ده ايت اوفر ايت. هنا سيكس اوفر سيكس هيكون عندي الشكل ده one two three four five six. يبقى حامل كده عندي match. واللي فوق ده عندي four over four. الدرس سهل وبسيط مفوش اي حاجة. هنا بيقول يعني بيقول هنا عندي يعني النص ده يعني ايه? هنا يعني بيقاوزنا ان احنا نرسم اي شكل يكون بيوضح ايه? بيوضح تمام? انا حاسم عندي الشكل ده. بالشكل ده كده. ممكن ارسم عندي ارسم عندي اي حاجة يكونوا عندي وطبعا لازم اعمل لهم ايه? اعمل لهم كلهم تمام? علشان يكونوا ايه عندي فحيكون عندي طبعا هنا السؤال بيكون متنوع يعني ممكن اي رسم نرسمها تمثل ايه? تمام? زي ما شايفينه السؤال الفوق دي كلها عندي رسومات تمثل ايه? اللي هو الواحد صحيح. ايه السؤال اللي بعد بيقول اللي هو التحدي يعني كما عدد الناس او الاشخاص يعني في اسرتك يعني بيقول مسل كل عضو من العائلة يعني كوحدة كسرية عبر عن كل الاسرة بكسر يعني مسلا انا عندي الاسرة بتاعتي مسلا بتتكون من ايه? من بابا وماما واخويا واختي فدول كام? دول عندي يبقى انا لما اجي اعمل انا هعمل كده عندي بتاعي او هعمل عندي ده بيمثل عندي بتاعتي. انا عندي كم واحد في قلتها عندي يبقى كده عندي انا هعمل كل عضو هنا بيقول بيمثل عندي فهنا عندي عندي هنا وهنا عندي يعني عضو وهنا عندي عضو يعني مسلا هقول بابا وهقول ماما وهقول اختي وهقول اخويا. انت لو عندك عدد افراد اكتر من كده فبحتكون اكبر من كده. يعني ممكن ترسم مستطيل ترسم مربع ترسم اي شكل يكون عندي الشكل ده بيمثل ايه يمثل كل عضو من اعضاء الاسرة. فهنا عندي ده بيمثل عندي كده وده عندي بيمثل وده بيمثل تمام? يبقى كلهم كان. هقول عندي اوكي? هنا بيقول يعني بيقول فريق الكرة المصري بيمثل كل لاعب. كل لاعب بيمثل اللي هي الوحدة الكسرية. معناها عندي بيكون في وان وعندي بيكون في اي رقم. فده اسمها يعني عندي في بيمثل عندي يعني واحد. يعني بيقول عبر عن كل فريق يعني ككسر. فين معي هنا عندي اللي هم اللاعبين. لو عندناهم هنلاقيهم كام هنلاقيهم دول عندي الوحدة. اوكي? وكذا اصدقائي خلص داحة النهاردة. يارب اكون جد تقافتكم. لو عقبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. ترجمة نانسي قنقر